الرياضة الأردنية في صور معرض يجمع الأحداث الرياضية عامة وبحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية والمعجبين والأصدقاء للمشاركة في افتتاح المعرض في المركز الثقافي الملكي المصور أصبح أساسي ولا يقل أهمية عن المحرر لذلك بحي الأخ صلاح وهدان لهذا المعرض الذي أرجو أن يكون بداية حقيقية للاهتمام الأردني بالتصوير الرياضي يعني إحنا الآن في عمل كبير يعني هو الحمد لله لم يعبر فقط عن قرة القدم وإنما عبر عن ألعاب أخرى كثيرة وعن مشاعر وعن أحاسيس وعن شخصيات يعني المعرض شامل المعرض له هدف المعرض له معنى هي ذكريات تجسدها لقطات الكاميرا الفوتوغرافية لمصور الرياضي استطاع عبر عشرين عاما من العمل أن يحصل على إعجاب الكثيرين باختياره لمئة صورة تعبر عن هذه الأحداث الرياضية أنا بعتبر هذا أكبر تكريم إلي اليوم يعني تكريم خمس نجوم أنه حضور هذه الناس يعني أنا بشكر لكل الناس اللي أجدت على المعرض يعني هم بقدروا معنا الصورة والمصور الصحفي وقديش إحنا يعني بنعاني بالتصوير الصحفي وبالعكس هذه الفترة أو هذه اللحظة الموجودة فيها بالمعرض رفعت معنوياتي بشكل لا يوصف دعمتني للأمام للعمل دائما بالصحافة الرياضية صلاح أبوهدان يعني عمل من سنوات كبيرة نتحدث عن معظم هذه الصور نتابع صور دوريات كرة القدم كأس الأردن جمهير أردنية أيضا لها كثير من الصور وهناك صور لكرة السلة أيضا وصور لجمهير الوحدات جمهير الفيصلي مباريات كبيرة والرمثة أيضا وكل الأندية الأردنية يعني صور جميلة تتحدث ولها واقعة والله يعني أنا المعرض هو معرض شامل يعني أنا بحب يكون معرض شامل لكل الصور لأنه إحنا قبل هيك عملنا معارض كانت معارض خنحكي متخصصة بألعاب حبيت يكون كل الرياضة موجودة الأردنية أو غير يعني الرياضة بشكل عام موجودة إحنا كمصورين صحفيين مظلومين بتمنى يعني أنا أنه المصور الصحفي أو المصور الرياضي بالأخص أنه يتسهلوا المهمات والمؤسسات صحفنا تدير بالها علينا لأنه أنت بشوف يعني يعني الصورة ثلاثين الخبر أو سبعين بالمئة من الخبر يعني فمتمنى أنه أمورنا تسهل شوي كمصورين صحفيين يعني مثل ما شفنا معرض يعني فيه لكثير من هذه الصور الصور المعبرة ليس لكرة القدم فقط طبعا هذا الحجد الذي تواجد اليوم للزميل صلاح أبو أهدان أكيد يندرج من تحت عنوان وهو بأن المصور الفوتوغرافي والرجل الإعلام دائما يكون محط الاهتمام للجميع من خلال هذه الصور ومن خلال نقل الحدث بشكل سريع إذن هي كلمة أخيرة يبدو بأنها هي الكلمة الأبرز في هذا المعرض بأن الصورة أصبحت في هذا الزمن تسبق كل خبر ويبدو بأن الخبر يريد الصياغة يريد التحرير ولكن هذه الصورة تجعلك أن تتحدث ما لا يستطيع التحدث به الآخرين يسر بستنجي لتلفزيون رؤية